مرحبا بكم في القناة ديالي البسيطة والمتواضعة اليوم في هذا الفيديو سنتعرف على بعض المكونات الطبيعية وهي جد فعالة للحد من تقصف السريع للشعر وكي نتخلصهم ديك الجفاف الحاد للشعر قبل ما نضع الفيديو كانت من الناس اللي كيشوفوا الفيديو هالدلي الأول مرة اشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس بيش يوصلكم ديما الجديد ديالي وبالنسبة لمشتركين ديالي تبخلوش عليها بلا جام من خلال تعليق ديالكم لاحظت أن معظم البنات كيعانيوا بالمشكل ديال الجفاف الحاد ديال الشعر ومن تقصف الشيء اللي كي أدي بأن الشعر ما كيبقاش يبغي طوال وكيوقف في حد طول معين وكيحبس ان بلس ديسا كيقولوا البنات باللي هوما كيجربوا مواد اللي هوما يعني دي بخودوي اللي هوما كوسميتيك هيدا بحل هاد الملين ديال الشعر ولكن انفوا كيوقفوه فمن اول من اول لحظة كيوقفوه هاد اللي بخودوي هادو فكيبان العيب ديال الشعر ديالهم كيبان متقصف كيبان الشعر مشوك خاشين يعني انفوا جسد انفوا واحدة مرة واحدة ما تدريش فكيبان الحقيقة ديال الشعر ديالك فهاد شي مين ماجي بيانسور هاد شي ماجي من هاد اللي بخودوي الشيميك اللي متواجدين في الشامبوهات وفي البلسم وفي الماسك اللي كنستعملوا للشعر ديالنا ونشوفوا بعدها المكونات ديال هاد البلسم اللي سولتوني اللي بزاف على الانستجرام وعلى اليوتيوب نبدو اول مكوين اللي هو الماء ما كنحساش مشكل مكوين اللي هو مزيان تاني مكوين اللي هو ماء كحول دهنية الكوهول وثالث مكوين اللي هو ديميتيكون يعني السيليكون كيما لاحظتم عايا هاد البلسم هادا متواجد فيه السيليكون بنسبة عالية مذكورة على القائمة كثالث مكوين يعني راه متواجد بنسبة عالية في هاد البلسم هادا وفي كذلك عطور صناعية وكحول ومواد حافظة كتسب بحساسية وهنا كتبين لنا تخوام من المراكل وعناية للتلف يساعد على ترميم حتى ثلاثة اشهر من التلف في ثلاث دقائق سيفغي من بعد ما كتغسلي وكتعملي هاد ديميلور هادا كتخلي على شعرك كيما قالو طوى مينوت وكتغسلي كيعطي واحد انسية بالشعار كيرجع رطاب اه دغية كيتسلة كيرجع حريري زوين يعني كيعطي داك لغزولتال كيما كيقولو ولكن جربي انفوت حيدي وتغسلي بلابيه مرة واحدة فقط وتشوفي بالشعر ديالك غاد يرجع كيما كان حرش ناشف من فوق مشوك يعني ما فيه ما يتجف قالو اخ ديك المكوينة اللي فيه شنو كتدير كتدير واحد الغلاف على الزغبة وفيه مكوينة اخرى اللي كتخلي الشعر يتلك ميبقاش مشبكي وميكا نغسلو به كنحسو واو الشعر انسيابي حريري كيما كيقولو في الاشهارات وبزاف ديال اليوتيوبرز هضرو عليه وشكروه بزاف معلينا ينفوها غادي نقطعوه واخر غير مرة واحدة غادي نلاحظو كاري تعود ما في شعر ديالنا كيارجع اولا كيدك دك كيتنفخ وكيرجع حرش 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 واحد واحد درجة متصورش يعني اه اه انا جاوبتكم هذا ما كنصحش به نهائيا وكونوا على يقين هاد المواد هادو كيرجعش عارف حل واحد للآلة ان في وقت تعطيه ديك المواد فهو كيستاجب معهم كيرجع مدمين فإذا ما عطيناش هاد لادوز هادي فما كيتسلكش كيرجع حرش خاشش يعني ما كنحملوش نهائيا الفوا نعطيه هاد لبخودوها هادو اللي كيكون ولفهم ولفناه ليهم كيبدأ ييرطاب في ديك اللحظة وكيرجع نسيابي وحريري وكيتسلك نادغية وكنحسو حنا في ديك اللحظة باللي واو ولكن هي الحقيقة مرة وغير كننغطيو الشمش بالغربال حنا ديما في الاختيار دينا هاد لشامبوان وهاد لماسك نشوفو المكونات يعني إلا شوفنا مثلا السيليكون أو البرابين أو هاد المواد هادي اللي متواجدة في أول القائمة يعني من نخدوش إلا لقينا هاد المكونات في آخر لليست يعني ممكن نغامرو حيث هادك الدرار كيكون خفيف وان بلس ديسا فاكن بيانسور دي بروديو اللي هم تيجاريين وفيهم مواد آمنة وإن شاء الله غادي نشارك معكم دي بروديو اللي كنتستعمل أنا شخصيا وبالنسبة هنا عندي بورد كاريته ديجا هدارت لكم عليها غادي نخلي لا فيديو ديال هاد البورد كاريته حتى كنت هدارت عليها فاون ديطاي ليش كتصلح شنو هي أصلا وليش كتصلح وفوائد دياله للبشرة والشعر وممكن استعملو حتى الأطفال يعني عندها بساف ديال الفوائد غادي نخلي لا فيديو كنت هدارت عليها ببحدة كيفاش ممكن استعملوها للشعر ديالنا فبنسبة الناس اللي كيعاني هاد المشكلة ديال تقصف الشعر كيحراش من السحس وما كيبقاش بغي طوال غادي تتاخدو البورد كاريته نوع غافيني يا هادي زبدة شية اللي خام يعني ما دايزاش من داك البخوسوس الشيميك باقة خام كنناخدوها البورد كاريته كيما كاتعرفو راهيك الدوب في اليد كيما غادي نوريكم كنناخدو واحد شوية كندوبو غير بيد دينا أو كندوبو فبا ماغي كندوب باماغي وكترجع على شكل زيت كنناخدوها بهالطريقة هادي وكنندهنو بها الأطراف ديال الشعر ديالنا كامل منوضعوهاش للفروة حيث غادي تزيتنا الفروة كنوضوها للأطراف ديال الشعر ديالنا كامل وكنبقاو بها واحد جوج ديال السوايع ومنبعد كنغسلوه غادي تلاحظو باللي الشعر ديالكم غادي يرتاب غادي يولي في واحد اللمعان رائع وغادي تخلصو هاديك الجفاف ديال الشعر وموهم جربوها ويعني الناس اللي عندهم تقصف ديال الشعر خصوصا هدوك اللي كيسبغو شعرون بزاف وكيستعملو هدلي بخودوها هدو بساف غادي يكون عندهم هدوك المشكل وكي يعانيو منو جربو البرد كاريتينو غافيني بهالطريقة هادي ووضعوها على الأطراف ديال الشعر ديالكم غطيوها بشي فوطة هيدا فزقة بالمسخن كتفزقوا الفوطة بالمسخن وكتلوو بهادك الشعر ديالكم بعد ما كتكون وضعتو هدو البغد كاريتين وكتبقاو بها جوج ديال السوية عم تفوتوهاش ومن بعد كتغسلو الشعر ديالكم واو شي حاجة مانيفيك جربوها وردوها في الكومنتر وبالنسبة الهادي انا عرفتكم شواش عرفتوها ولا لا اليوم ادرتوها حد تحت ديال الانستغرب بهد المناسبة كنتمنى منقاع البنات اللي كيتبعوني على اليوتيوب يدخلو للا باج انستغرام غادي يتبال لكم دابا نيت دخلو واشتركو يعني كينا جيحواج كنشاركهم معاكم في الانستغرام وما كنشاركهمش في اليوتيوب ووالا هادي البغد كاكاو هاد البغد كاكاو عملت عليها اليوم واحد تحدي واحد ستوري وقلت البنات يعني بغيت نسولكم اشنه هو هادا فاذا في اتفاجأ ان البنات ما كيعرفو شنه هي البغد كاكاو ما كيعرفوها شنهائيا شلي قللي جبن الحمار شلي قللي السمن الحار شلي قللي ما قلتش عقله لكن الأجويبة كانت يعني صادمة شلي قللي اللي بانت داكار يعني كانت أجويبة اللي هي وانا كنت عارفة كنت يعني كنقول بللي البنات ما غادش يكونوا كيعارفو هاد البغد كاكاو غادي نحضر عليها ان شاء الله في فيديو على اليوتيوب حيث الفيديو الطوال واحد شوية مهم هاد البغد كاكاو كيف هاش تستعمل واحدة هي هاد البغد كاكاو قاسحة فماشي فحال بغد كاكاو هي فحالة هو مفحال فحال من حيث المزايا ولكن غير هادي ما كتبغيش تدوب فحال البغد كاكاو الكاكاو دغية كالدوب غير بحرارة الجسم كالدوب ولكن هادي ضروري ما تديرو لبان ماغي عاد باش كالدوب طريقة دي الاستعمال ديال البغد كاكاو كان ناخدو واحد الكمية ديال البغد كاكاو بملعقة هيدا كبيرة ولا جوج لحسب طولي الشعر دلكم كان دوبوها فبان ماغي وكان وضعوه على الاطراف والشعر ديالنا كامل بنفس طريقة ديال البغد كاكاو غير هادي كندوبوها غير بيد دينا وهادي ما كتبغيش تدوب فاسيلمون وكان وضعوه على الشعر ديالنا كامل والاطراف وكان غسله وكان حصلو على شعر واو يعني التقصف كيمشي فمرة ما كيبقاش دي ما خسنا مشي ونقطعو الشعر ديالنا الجفاف لحال ديال الشعر ما كيبقاش يعني شي حاجة كننصحكم بيها هادو بجوش كننصحكم بيهم وبزاف تستعملوهم دو فوا بار سمين بهالطريقة هادي وردو علي الخبار اي بيانسور باش نستفدوم هاد المكونات اللي هوما طبيعيين فاداك السيليكون والبارابين نرى ما كي خليناش نستفدوم هاد المكونات نهائيا يعني إلا غادي نستعملو هاد المكونات طبيعية فاقصنا ضروري نستعملو معاهم واحد الشامبو ليهو خالي من هاد المواد المودرة هاد المواد الكيميائية كتقتل هاد المواد طبيعية وما كتخليش دك الفوائد ديالها يعني نستفدو منهم كانت هذه الفيديو دياليوم البنات إلا عندكم شي تساؤل على هاد المنتجات خليوهم نستعليق وخليتكم بألف خير السلام عليكم باي باي اشتركوا في القناة